شركة وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزرية تنسيقي لعدد من دول العربية والأوروبية وجامعة الدول العربية لبحث التحركات اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل دولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية على همش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي والمنعقد في الرياض وأكد شكري خلال الاجتماع ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد للعمل عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقهم المشروع غير القابلة للتصرف منوها بأن الضرف الدقيق الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وتزاود التوتر في الضفة الغربية يحتم على الأطراف الدولية الاطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية لإيجاد الأفق السياسية الجادة لإرساء حل الدولتين والسلام العادل والشامل في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر